السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان كل عام وأنتم بخير الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه تدرعي ودعائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غيره رزق الجنين غزاءه والنملة تحت الصخرة الصماء من غيره عم الخلائق كلها كلها بجزيل إحسان وفيض عطائي سبحت باسمك يا الله فلا إن عجز اللسان لسبحت أعضائي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أيها الموحدون لا إله مع الله لا إله إلا الله نصلي ونسلم من قلوبنا ومن أعماق القلوب على الحبيب النبي محمد ونكر يقينا ونشهد بأنه رسول الله اللهم صل على حبيبنا وكرة أعيننا ودواء قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلنها في البداية تحية للرسول عليه الصلاة والسلام أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء أنا أحبك يا محمد حب فكر وقتناع أنا أحبك يا محمد ليس عن إرس السماع في المآزن في الصلاة ذكره زان الشفا في المآزن في الصلاة ذكره زان الشفا شاهده أن محمد نور مصباح الحياة فعليك الله صلى والملائكة الكرام فعليك الله صلى والملائكة الكرام فسلام واحترام لك يا خير الأنام اللهم صلى على حبيبي وحبيبكم سيدنا رسول الله حديثنا اليوم بإذن الله تحت عنوان أحبك يا مدينة الرسول أحبك يا مدينة الرسول أحبابنا كلنا يحب مكة وبدأنا اللقاء السابق بنداء وتمني نسمات مكة ألهبت وجداني فأفاضت العبرات من أجفاني يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني ويا زائرا روض الحبيبي اشرح له بالحق يوجد المحب الهيماني قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان واليوم عنوان الحديث أحبك يا مدينة الرسول كم والله أتمنى أن أعيش فيها كم والله أتمنى أن أموت فيها كم والله أتمنى أن أبعث من أرضها ليس درب من البدع أو البدع إنما هي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنني أتكلم عن طيبة أتكلم عن طابة أتكلم عن المدينة المنورة أتكلم عن هذه المدينة التي يطيب العيش فيها التي هي طيبة من الطيب وفيها وبها ولها مناقب كثيرة شرفها الله وعظمها ويكفي أن بها مسجد الرسول وجسد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبك يا مدينة الرسول كم لهواءك في القلب والصدر من عشق وكم لمسجد الحبيب النبي في القلب من مكانه أحبك يا مدينة الرسول يا خير البلاد بعد مكة التي حرمها الله وكرمها وشرفها أحبك يا مدينة الرسول يا من سار الصحابة على أرضك ودفنوا في ترابك سيد الشهداء حمزة مصعب بن عمير الصحابة الكرام العظام سيدنا عثمان سار على أرضها سيدنا عمر سيدنا علي تاج رأسنا سيدنا أبو بكر أحبك يا مدينة الرسول يا من عاش فيك أحب الرجال إلى الله وأطيب النساء عند الله أحبك يا مدينة الرسول الكل يتمنى والله أن يدفع عمره ليصل إلى هذه الأماكن أشعر بك أب الكريم يا من حرمت أستشعر ألامك يا أماه وشوك قلبك إلى هذه الأماكن لكنني بكل إخلاص برغم التقصير والمعاصي أدعو الله جل وعلا ألا يحرم من رآنا وشاهدنا وتمنى أن يحج البيت أو يعتمر أحبك يا مدينة الرسول حين أعيد الزاكرة مع من يدخلون من باب نتوجه مباشرة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أنا ذا والأحبة ندخل من باب السلام بالقدم اليمنى ندعو الله بدعاء الرسول كلما دخل المساجد ومن ضمن المساجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وندعو الدعاء المعروف من سنن النبي محمد القبل عن اليمين وبيت الرسول عن اليسار وقبل أن نصل إلى هذا المكان نحيي المسجد بتحية المساجد التي علمنا إياها رسول الله نصلي ركعتين وتحية بيت الله الحرام أيضا صلاة ركعتين نعم نرى أن هناك رأي من آراء أهل العلم الطواف فمن قام بالطواف تحية المسجد فقد أجزى عنه ذلك ومن حي المسجد بصلاة ركعتين كما يصلي في بقية المساجد جاز له ذلك ونعلم تماما أن جمهور أهل العلم على صلاة الركعتين لأن بعض الناس يقولون يا شيخ تحية المسجد الطواف كل ما ندخل كده يعني الواحد برضو كبير في السن قلت لهم هذا رأي من آراء أهل العلم لكننا الآن نقول تحية المساجد كلها صلاة الركعتين سنة الحبيب النبي صل على النبي اللهم صل على رسول الله ها أنا ذا والأحب الآن ندخل من باب السلام يا رب اكتب لنا هذا بعد أن صلينا تحية المسجد توجهنا والقبل عن أيماننا وبيت الرسول عن شمائلنا فإذا بلغنا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهنا إلى مكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم مجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته تدعو بما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم من غير رفع في الصوت من غير رفع في الصوت أو مزاحمة صراحة أنا أفعل مثل ما يفعل ابن عمر رضي الله عنهما آتي إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول السلام عليك يا رسول الله ولا أطيل ثم أتوجه إلى سيدنا أبو بكر الصديق خطوة السلام عليكم يا صديق سلام عليك يا صديق جزاك الله خير ما جزا الله سبحانه وتعالى يعني جزاك الله خير الجزاء مثلا يعني لا تطيل ثم أتوجه إلى سيدنا عمر سلام عليكم يا عمر يا ابن الخطاب أيها الفاروق من غير كثرة في الدعاء لوجود الزحام حتى لا نزاحم أمام بيت الرسول ابن عمر كان لا يتحدث بكثير من الأمور السلام عليك أيها النبي السلام عليك يا صديق السلام عليك يا أبي أو يا أبتا ويمشي صراحة أن أفعل ذلك لا تقف هناك بكاميرات ليس هذا من الأدب مع رسول الله لا تقف هناك تتكلم في الهاتف أمي أبي أخي أختي يا صديقي أنا أمام بيت النبي أنت تفرح أنت تفرح وتريد أن تبدي سعادتك وتفخر بأنك أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس هذا من الأدب مع الرسول ترفعش الصوت بلاش للزحام سلم على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعلى سيدنا عمر اللهم اجمعنا معهم يا الله لأن هناك تحذير من الله جل وعلا برفع الصوت أمام بيت النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اوعي يا غالي اوعي يا أم الغالية اوعي يا أختي الطيبة اوعي يا أخي الكريم عند بيت النبي ترفع صوتك ما تتناقشش ما تجدلش ما تقولش وسع يا جدع الكلام ده لا ولا تزاحم ولا تحاول تروح تتمسح في الحديد الموجود ولا الكلام ده كله من مخالفات النعمة كده أنت أمام بيت الرسول لابد أن تعلم يقينا أن الأدب مع الرسول حي كالأدب معه أيضا وهو ميد ثم بعد ذلك تفسح المكان للآخرين أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الأماكن المستحبة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أن نتحدث عن مدينة الرسول ومن بها من مناقب ومنافع من ضمن الأماكن التي يستحب زيارتها مسجد قباء مسجد قباء تصلي فيه ركعتين أو تصلي فيه صلاة بثواب عمره بثواب عمره كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثلا في بيته ويأتي إلى مسجد قباء على ما أذكر في يوم السبت كان من سننه يأتيه ماشيا أو راكبا ثم يصلي فيه صلى الله عليه وسلم ما تصلي على النبي يكتب لك ثواب العمره يا سلام صلاة بعمره في مسجد قباء أما مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ليست بألف صلاة إنما هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام إذا مسجد النبي محمد مش ألف صلاة فقط خير ممكن توصل إلى عشرة ألاف عشرين ألف إلى مئة ألف إلى أكثر من ذلك في غير المسجد الحرام يعني ما يعلوش المسجد الحرام تب المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه بمئة ألف صلاة فيما سواه الله أكبر إذا مسجد النبي خير من ألف والمسجد الحرام بمئة ألف إيه الجمال ده ده الإنسان عايش هناك في حسنات في بركات في رحمات من رب الأرض والسماوات أحبابنا أحباب النبي لا بد لنا يقينا أن نتعلم ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب البلاد إلى الله يا مكة طبعا ثم المدينة يا حبيبي لازم نحبها ونحب أهلها نحن نحب كل المسلمين في كل مكان لكن هناك للمدينة وأهلها خصوصيات خصها بذلك رب العزة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي في اتباعه فخر وعزة من الأماكن التي يستحب زيارتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد ليس جبل أحد يعني كجبل أحد إنما الأماكن التي فيها مقابر الشهداء شهداء أحد تذهب إلى هناك السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون وتدعو لهم ولنفسك بالمغفرة هذه الأماكن تذهب إليها من غير مخالفات لا تتمسح في الصور الذي حول مكان الشهداء يعني في مكان هناك كذا تقريبا في مات حوالي سبعين واحد منهم سيدنا حمزة منهم سيدنا مصعب منهم الصحابة الكرام اللي ماتوا في هذا المكان أحبابنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن مستحبة للزيارة وفيها الخير تعالوا بنا نذكر بعض مناقب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثنا نقول أحبك يا مدينة الرسول هي دار هجرته هي دار هجرته من أول مناقب المدينة أو من ضمنها هي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد لما خرج من مكة نبي محمد لما الناس بدأوا يحاربونه ويحاربون دينه هاجر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نذهب إليها جميعا بقصد زيارة المسجد الذي بناه رسول الله أحبك يا مدينة الرسول وبعد الفاصل نتواصل حياكم الله بالسلام ترجمة نانسي قنقر